في اللغة الفرنسية الأفعال تنقسم إلى ثلاث مجموعات الأولى الثانية الثلاثة حنا في هذه الدورة راح ناخذ أفعال المجموعة الأولى فقط كيف أعرف إذا الفعل قدامي المجموعة الأولى إذا انتهى بال-ER الفعل إذا انتهى بال-ER على طول أعرف أنه من المجموعة الأولى طيب راح نتعلم كيف نصرف الفعل حنا أفردنا قبل الفوال راح ناخذ الفعل ونصرفه كل مرة مع السوجي أول شي قبل لا أبدأ أصرف مثلا عندي فعل معناها يتحدث أحذف ال-ER خلاص أنا عرفت أن ال-ER معناها من المجموعة الأولى أحذفها وابدأ أضيف الإضافات اللي المفروض أضيفها مع كل سوجي مثلا جوب باغل أنا حذفت ال-ER فأضيف مكانها E لهذه بالترتيب إذن تصير جوب باغل أنا أتحدث تو باغل أنت أو أنت تتحدثين إذن أحذف ال-ER وحط ال-ES مكانها إيل أل باغل أحذف ال-ER وحط ال-E صير إيل أل باغل هو يتحدث أو هي تتحدث نو باغلون حذفنا ال-ER وحطينا مكانها UNS صير نو باغلون يعني نحن نتحدث حذفت ال-ER وحطيت مكانها UZ أنتم تتحدثون أو أنتونا تتحدثن إيل أل باغل حذفت ال-ER وحطيت ENT صارت إيل أل باغل يعني هما يتحدثون أو هن يتحدثن فبهذه الطريقة حن نصرف أفعال المجموعة الأولى Je parle, tu parle, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle لاحظ أن العمود هذا مع ال-il وال-elle parle كلهم نفس النطق فقط اللي يختلف nous parlons, vous parlez هنا فقط التوضيح أن هنا سنجليا معناها مفرد هنا pluriel معناها جم إذن عرفنا أن أي فعل ينتهي بال-e-g هو من أفعال المجموعة الأولى ما عدا verb-elle إذا شفنا verb-elle طبعاً نحن نعرف أنه ينتهي بال-e-g ونعرف أنه إذا انتهي بال-e-g معناها من أفعال المجموعة الأولى إلا أن verb-elle هو فعل شاب عن هذه المجموعة verb-elle معناها يذهب وتصريفه مختلف تماماً ويكون بهذا الشكل ولازم نحفظه بهذا الشكل ألي قلنا معناها يذهب جوفي يعني أذهب توفا تذهب أو تذهبين إيل إيل فا يذهب أو تذهب نوزالون نذهب أو أنت كلها غنة معناها هم يذهبون أو هنة يذهب إذن فعل verb-elle منتهي بال-e-g هو فعل شاب عن المجموعة الأولى وهذا الشكل يتم تصريفه ناخذ مجموعة من الأفعال اللي منتهي بال-e-r وتدل على المجموعة الأولى روگارده يشاهد يشاهد جوه 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 يلاب يدرس أمي أمي يحب ويا جي ويا جي يسافر أشتي أشتي يشتري نلاحظ هنا في ثلاثة فعال أنا أحط عليها اتوال نجمة طبعا هنا في شوية اختلاف في التصريف ويا جي ومانجي هي من نفس الإشكالية أم أشتي مختلفة راح نشوف كيف نصرفهم طبعا verb-manger معناه يأكل وهو يصرف بنفس الطريقة اللي تعلمناها لكن إيش الاختلاف الاختلاف فقط مع نو نضيف ا قبل ال-ons نضيف ا ليش؟ فقط عشان نحافظ على طريقة النطق لو ما كانت موجودة ال-e فصارت نو مانجون فحنا نحط ا فقط عشان نحافظ على طريقة النطق فتصير نو مانجون إذن أي فعل من المجموعة الأولى منتهي بال-er ال-er أو ال-er سبق بحرف الج لازم مع النو نضيف ا منجي وفوياجي نفس الشيء نصرفها بنفس الطريقة لكن نضيف ا مع النو أما أما أشتري طبعا نفس طريقة التصريف نفس النهايات زي ما احنا شايفين لكن وين الاختلاف؟ الاختلاف على ال-er اللي قبل الت هو فقط في الأكسن فقط نضيف أكسن فوق ال-er اللي هو الأكسن بهذا الشكل لازم نحافظ عليه بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر